أهلا بكم مشاهدين الكرام سيخضع مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي مسبقا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها وشروط اللازم يتوفرها على مستوى كل عملة وإقليم وذلك من طرف لجان اليقظة وتتبعية رأسها الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية وسيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم أسبوعيا حسب منطقتين التخفيف على أساس المعائير المحددة من طرفي السلطات الصحية خلال المرحلة الأولى من هذا المخطط والتي تبتدئ في 11 من يونيو الجاري سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي كما يلي باستئناف الأنشطة الاقتصادية والأنشطة التجارية وأنشطة الصناعة التقليدية ثم كذلك أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب وتجارة القرب والمهن الحرة والمهن المماثلة وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية بموجب هذا المخطط وكما ذكرنا سيتم تقسيم عملات وأقاليم المملكة وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية إلى منطقتين منطقة التخفيف رقم واحد وتضم عمالة وأقاليم جهة الشرق عمالة المديق الفنيدق إقليم تتوان إقليم الفحص أنجرا إقليم الحسيمة إقليم شفشاون إقليم وزان إقليما جهة الداخل واد الذهب أقاليم جهة بني ملا الخنيفرة أقاليم جهة درعة تفيلالت عملته أقاليم جهة سوس ماسة أقاليم جهة قلميم وادنون أقاليم جهة العيون الساقية الحمرة وكذلك عمالة مكناس إقليم إفران إقليم ملاي عقوب إقليم صفرو إقليم بولمان إقليم تونات إقليم تازة إقليم الخميسات إقليم سيدي قاسم إقليم سيدي سليمان إقليم سطات إقليم سيدي بالنور وكذلك إقليم شيشاوة إقليم الحوز إقليم قلعة السراغنة إقليم الصويرة إقليم أرحمنة إقليم آسفي إقليم اليوسفية وسيشمل تخفيف القيود بالمنطقة رقم واحد الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمال أو الإقليم مع استئناف النقل العمومي الحضاري مع استغلال نسبة لا تتجاوز خمسين بالمئة من الطاقة الاستيعابية وتنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة بدون إلزامية توفر على ترخيص أي الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وذلك أيضا مع إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل مع استغلال نسبة لا تتجاوز خمسين في المئة من الطاقة الاستيعابية وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق كالمنتزهات وحضائق والأماكن العامة واستئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق كالمشي والدرجات تستثنى من هذه القائمة المطاعم والمقاهي في عين المكان وكذلك الحمامات قاعة السينما والمسارح وسيتم الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية كمنع التجمعات والاجتماعات والأفراح وحفلات الزواج وكذلك الجنائز فيما يتعلق بمنطقة تخفيف رقم 2 والتي تضم عمالة طنجة أصيلة إقليم العرائش عمالة فاس إقليم الحاجب عمالة الرباط عمالة سلا عمالة صخيرات تمارة إقليم القنيطرة عمالة الدار البيضاء عمالة المحمدية إقليم الجديدة إقليم النواسر إقليم مديونة إقليم بن سليمان إقليم برشيد عمالة مراكش سيقتدي الخروج في هذه المناطق التي ذكرناها التوفر على رخصة استثنائية للتنقل مع إغلاق المتاجر على الساعة الثامنة مساء واستئناف التنقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستعابية مع الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية ومنع تجمعات الاجتماعات الأفراح حفلات الزواج الجنائز ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منها تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين إلى مواصلة الالتزام وتقيود الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها من قبيل ارتداء الكمامات وكذلك التباعد الاجتماعي اشتركوا في القناة